حيث يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا والمقرر عقده غدا بمشاركة دولية وإقليمية وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه قد تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في فيينا يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية وتركية التقرير التالي يلقي الضوء على جهود مصر لحل الأزمة السورية للمرة الثانية خلال أسبوع تصدف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعا لبحث حل الأزمة السورية حيث يجتمع مساء اليوم وزراء خارجيات أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا لاستكمال مشاورتهم حول مستجدات الأزمة ولتقريب وجهة النظر حول سبل الحل السياسي اجتماع اليوم سيكون تمهيدا لاجتماع أوسع دعا له وزراء خارجية نصر وإيران باعتبارها أهم القوى الإقليمية المؤثرة على الأزمة ولبنان والعراق باعتبارها دول الجوار المتأثرة بالوضع السوري وذلك بعدما شهد اجتماع الأسبوع الماضي مطالبا بمشاركة إقليمية أوسع في اجتماعات حل الأزمة السورية ورغم ما تردت حول معارضة تركيا لحضور مصر الاجتماعات بسبب الخلافات السياسية بين البلدين إلا أنه يبدو أن لغة المصالح الإقليمية ستكبر وزيري خارجية البلدين على الجلوس على نفس الطاولة للمرة الأولى منذ ثورة 30 من يونيو إيران ستشارك للمرة الأولى في اجتماع دولي حول الأزمة السورية حيث لم تكن مدعوة في أي من الاجتماعات السابقة وأبرزها اجتماع جينيف في 2012 و2014 أهمية اجتماعات جينيف تأتي في ظل وجود إرادة دولية متزايدة للتوصل إلى حل توفقي في سوريا بعد تطورات العسكرية بتدخل روسيا في الغارة ضد الإرهابيين نهاية الشهر الماضي وهو ما استغله نظام بشار الأسد للتقدم عسكريا بالإضافة إلى زيارة الأسد إلى موسكو التي اعتبرت انتصارا معنويا لنظامه الذي يقوم الانهيار منذ أربع سنوات